السلام عليكم أحبابنا في كل أرجال المأمورة أزول في اللون من اليوم رح نبدأ فقرة جديدة في الحصان تاعي رح نسميها فقرة المعلومة ومعها رح تكون ناصحة رح تكون في مجال الرياضة وينوصلت ليه الأبحاث العلمية وينوصل ليه الأبحاث العلمية نهزوه من نظرة معينة ونقدموه عن طريق ناصحة للرياضيين ولمدربين وخاصة سنقدموه لكل الناس لكي يستفادوا منه في الحياة اليومية وربما الكل لا يعرف التركيبة كثيرا لكن الكل يعرف أن الناحية الفيزيولوجية هي مرآة للناحية النفسية يعني نعطيكم مثال إذا كنت فرحان وفخور فأنت ستكون إنسان وثق من نفسه وكتفه مهزوزين في السماء ورأسه في السماء فرحان وضحكة عينيه مبلغين العكس إذا كنت إنسان ما كنت فخور أو ما نجحت وخايف نلقوه كتفك عبطين ووجهك عبوس ووجهك عبوس ما كانش الضحكة وخايف من الكلام مع الناس وتسفاده من الناس وتحوس تتخبه أيضا الصورة الفيزيولوجية والصورة النفسية اللي هي عبارة عن عملية هرمونية تصرى سواء بضخ أكثر هرمونات أو إنقاص أكثر هرمونات وفي أغلب الأحيان هما ديما هرمونين مضادين راح واحد فيهم ينزل وواحد فيهم يهبط باش تصرى لك الحالة المعينة مثلا في حالة الفرح راح يكون عندك أكثر تستستيرون ويهبط لك مستوى الكورتيزول والعكس صحيح بالنسبة للإنسان الخايف أو الإنسان المتوتر راح يطلع عنده مستوى الكورتيزول اللي هو الهرمون المسؤول عن التوتر وهيهبط عنده مستوى تستستيرون اليوم تاني لازم قبل ما نبدأ نشرح وش رايح نقول لازم نعرفه تاني أنه الحالة النفسية على الإنسان اللي تخلص بحالة فيزيولوجية نشوفها رأي العين هي في الأخير حالة دهنية خلينا من نتيجة لكن نجيو لما قبل المنافسة أحيانا على حين تكلموا على الرياضة لما نجيو داخلي المنافسة كيفاش نبدأ ونخافوا أو كيفاش نبدأ ونحضروا نفسنا نفسيا نبدأ ونخافوا لما نبدأ ونشكوا في قدرتنا لما نبدأ نعطي قيمة أكثر للمنافس لما نبدأ نجد أسباب مثلا لما نبدأ نقول مستحيل نربح فعندنا شيئا نسميها لما نبدأ تخاف سوف تبدأ إشارات للدهنية تقول له أنه يخاف هو يقول لك أنا أنا خاف لأنه المنافسة نوعها هو ما يقول لك ما نظن لما أنت تبدأ تجد الأسباب وهو يعطيك النتائج وهو يؤكد لك النتائج على الأسباب بعد ذلك ماذا يحدث؟ أن الحالة الفيزيولوجية تبدأ تلحق تبدأ تلحق بمعنى أنك سيقول لك لديك وجه وقوام لديك إنسان خائف سيقرر المدربين لك سيقرر زملاء لك سيقرر المنافسين لك سيقول لك الإشارة لديك إنسان خائف سيقرر تأكد لطو من المنافسين الذين يقرر لديك إنسان خائف سيقرر تأكدوا حتى تقنع به و عندما تقنع به سيقرر تصطدم في الجدار الذي نسميه الجدار النفسي و أين ستصل لها إلى مرحلة الإنهيار و أين تستطيع تحرك يصرع لك ما يسمي بالجمود أي عضالاتك تمد الرسائل الذين يمد الرسائل العصاب العصاب لتمذ الرسائل العضلات لترد ردات الفعل تقيلة لا تستطيع التحرك لا تستطيع التحرك ويبقى هذا الأمر يتكرر حتى تصل إلى الانهيار يعني تخسر وعندما تدخل في بوكل أكبر الخسارة الكبيرة خسرنا الماتش سنخسر البطولة ولما يبدأ يدخل الشك انت دخلت في هذا البوكل ما يسمى بليفي ديزاتونت دخلت وابعت الرسائل وتبعت رسائل أكبر للمنافسين انتعك هذا اللي كنا نظنه ما يخسرش يخسر ويقول لي هم عندهم ثقة أكبر وانت عندك شك أكبر اذا نذهب إلى المسألة العلمية كيف نتجاوز هذا الأمر بإمكانيات بسيطة الدكتور إيمي كودي منذ تقريبا سبع سنوات قاعد يخدم على هذا الأمر قاعد يخدم على هذا الأمر بعلاقة الفيزيولوجيا ما يسمى الكذب الفيزيولوجي الكذب الفيزيولوجي على الحالة النفسية هو ما هوش كذب هو سماه هكا لكن هو في الأصل هو التمثيل تمثيل الفيزيولوجي يعني بما أن الحالة الفيزيولوجية هي مرآة للحالة النفسية هو كيف شهز النظريات هو قال بما أن الحالة الفيزيولوجية هي مرآة للحالة النفسية فربما العكس صحيح فبدأ يعمل التجارب مع الناس والقابل للعكس الصحيح يعني في آخر التجارب حتى لا نطولوش في الفيديو أنه قال أنه مثلا لما تكون انت يا فرحان ستوقف بوقفة افتخار واعتزاز وكذا فقال لك أنا خايف ونقف وقفة اعتزاز وافتخار هل تغير الحالة النفسية تغير الحالة النفسية إذن وقوف وقوف فقط وقوف بطريقة افتخار يعني إذا كانوا اكتافك هارتين ووجهك هارتين يعني وقوف أنك تضع الخسرنتاك لكي يخرجوا اكتافك تضع الخسرنتاك ويسميها وقفة السوبرمان وتهز راسك لمدة دقيقتين العملية هذه فقط تطلع مستوى التستستيرون بـ 20% وتحبط مستوى الكورتيزول وهو الهرمون المسؤول على التوتر والخوف بنسبة 15% سواء كنت ذكره وأنت مع العلم أنه ينتج أكثر هرمون التستستيرون يعني أفهموني مليح هذه عملية تعدقيقتين تطلع بها بـ 20% مستوى التستستيرون وتحبط 15% مستوى الكورتيزول الدكتور بيرج حالياً منذ تقريباً عشر سنوات وهو يعمل على هذه الأمور أيضاً يقول لك أنه عملية الشهيق والزافير عملية الشهيق والزافير بعمق عندها زوج إيجابيات ضخمة جداً في هذه العملية الأولى أنها تهبط مستوى الكورتيزول بـ 35% مستوى الكورتيزول بـ 35% لما تعملها لمدة دقيقة تردح دقيقة وزيد تعملها لمدة دقيقة زيد على ذلك ربما معلومة لا يعرف هاش الكثير الوجه يجمعها فيه 80 عضلة فيه 80 عضلة العضلات هذه العضلات في حالة بطالة في أغلب أحيان العام لأنه في مجتمع كله زعفان كله غلبان فكل العضلات مرتخية هذه العملية هي فقط التي تخدم كل العضلات الوجه الثمانين لما تخدم عضلات لمدة دقيقتين وكأنك دخلت القاعدة الرياضة وقاعدت تعمل في البيسابس لما ترد العضلة كما ترد البيسابس أو يرد البيكتورو فأنت ستظهر 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 كل شيء يظهر أنك إنسان فخور أنك إنسان واجد للمسابقة أو للمنافسة الدكتور بيرج لتظهر مستوى التستسترون للمستوى التستسترون للمستوى التستسترون الأقصى كما سبرينت لمدة 30 ثانية ثلاث مرات مع تقطع الراحة لمدة دقيقة ونصف هذه العملية سبرينت لمدة 30 ثانية متقطعة مع دقيقة ونصف ثلاث مرات تنتج 710% من التستسترون وصلت التستسترون للاعب للمستوى للمستوى قياسي إذن الثلاث عمليات لو تقوم بهم قبل المنافسة للاعبين للاعب للاعب كورت قدم سواء كان عدا سباح سواء كان ملاكم أي شيء وبالنسبة للناس العاديين رايح المسابقة رايح تدير باك رايح تدير بيان عندك مسابقة عمل كونكور رايح تدخل به العمل لازمك تدخل فليطة لازمك تخفض تدخل كورتزول إلى أقصى درجة وتطلع التستستيرون إلى أقصى درجة إذن العملية تكون كالتالية نعمل مع لاعبين في الرياضات الفرضية ما نعمل لهم؟ قبل المنافسة قبل المنافسة قبل المنافسة قبل المنافسة بيومين نأخذه من قمة جبل يعني حسب الأبحاث العلمية اللاعب يدخل تقريبا أربع أيام خمس أيام قبل المنافسة يدخل في إطار المنافسة ويبدأوا الأفكار اللي يدوروا كيمال بوك اللي نحكيكم عنها الأفكار السلبية فأنا في ذلك الوقت نحكمهم نطلحهم القمة من الجبل وينكين هواء صافي ناقي ونعملوا العمليات هذو الوقوف لمدة ساعة ساعتين نوصلهم لدرجات عالية كثير من التستسيرون مع تنفس عميق شهيق وزافير شهيق وزافير شهيق وزافير ونزيد نعاود معهم العمل هذا نزيد نعاود العمل هذا قبل المنافسة بالضبط يعني في مرحلة في مرحلة التسخين للمنافسة يعني للمقابلة وكذا نعاود معاهم هذه العملية نعمل معاهم مرتين دقيقتين ونعمل مبيناتهم شهيق وزافير شهيق وزافير والمحضر البدني لما يبدأوا التسخينات البدنية نقول له أعمل لي ثلاث مرات سبرينت على ثلاثين ثانية مبيناتهم دقيقة ونصف دقيقة ونصف راحة إذن تقدر تعملها اللاعبين تاعك تقدر تعملها اللاعبين تاعك والوالدين تاني يقدروا يعملوها الأولاد انتحهم لما يعودوا في رياضات فرضية مثلا ما عندهم ش مدربين قايمين بيهم كما العدو الريفي وكذا أعملها الولد انتاعك أو البنت انتاعك رايح تشوف النتائج انتحها بطريقة مباشرة بالنسبة للناس العاديين الناس اللي مهمش رياضيين فنفس الشي نفس الشي لكن نحي السبرينت انت ما تحتاج انك تطلع السبرينت مستوى التستستيرون انت محتاج انك تهبط مستوى الكورتيزول لكي تنحى التوتر لانه عندما تدخل في الفكر السلبي ومما الفكر السلبي يصبح التوتر تستطيع ان تصطدم بالجدار النفسي والجدار النفسي يؤدي الانهيار لذلك نرى الناس نقولوا كيف نحطين يدخل الباك كيف ندخل الباك يقول لك خاف بالك فعلا فعلا ندخلوه يقول لك انه رايح الكونكورت على خدمة فيها 1000 عبد يقول لك فيها 1000 عبد مستحيل ننجح مستحيل ما ننجح طبعا لما تقول مستحيل ننجح لم يكن ستنجح لكن لو دخلت بالفكر انك انت حتى ولو كان رايح ينجح واحد و999 مستحيل تنجح إذا كنت تحطى نفسك انت هو الثاني في 999 لازم تحط روحك ماشي انت هو الأول انا هو الأول انا هو اللي راح ننجح ما بين 999 لو تنسى لو تنسى انه كان 999 ما مش راح ننجحوا وتقول انا هو اللي راح ننجح انا رايح ننجح تبقى تقول انا رايح ننجح رايح هذا الفكر راح تمد للناس اللي راحين يديرو لك الأسئلة راح تمد هذا الثقة للناس اللي راحين يديرو لك الأسئلة ويكون عندك حظ أكثر انك تنجح ونزيد نتكلم على أمرين فقط لأنه يمكن انكم تضيفهم وهو انه في المستوى العالي نشوفوا ديمة حويج ونظنهم انهم عباطية لكن لا توجد حاجة عباطية في المستوى العالي في المستوى العالي يا جماعة الناس اللي تفوز تفوز بالألقاب وتفوز بالكوؤوس بفضل جزئيات صغيرة جزئيات صغيرة نتكلم على أمرين الأمر الأول هو راح نتشوفوا كتشفتوا بلك الناس حاطتها انها فقط موضة وهي انه اللاعبين كلهم بسماعات قبل المنافسة تلقاهم في الحافلة وتلقاهم في أو في الفيستيار تلقاهم بسماعات وقاعدين يركزون الناس تظن انها الناس قاعدة تظن انها كلها موسيقى ويسمعوا في الموسيقى ويظنوا انها موضة لكنها ما يشي في أغلب الأحيان ما هيش موسيقى هي ما هيش موسيقى هي تدخل أيضا في في هذا البروسيس تحتاج الجزئيات لكي نهبطوا الكورتيزول ونطلعوا التستستيرون الذي يحدث مثلا نعطيكم لاننا تقريبا هذا هو العمل الانتاعي نحضر نحضر الرياضيين خاصة في الرياضات الفردية نحضرهم من هذه الليطة نيغاتيف نخرجهم من الليطة نيغاتيف وندخلهم الليطة بوزيتيف في الحياة تنتحهم بصفة عامة وخاصة قبل المنافسات إذا وش عملت مثلا نعطيكم نعطيكم مثالين مثال أول أنا عندي عداء وعندي وحدة في الباتيناج أرتيستيك العداء طبعا تسعدوا تجيب من عندو شو الحاجة اللي تفرحو شو الحاجة اللي تسعدوش الحاجة اللي تخليه فخر فأحكى لي أحكى لي حكايات بزاف حتى أخرجت لوحد الحكاية أحكى لي وحد الحكاية أنه كان في الثانوية وكان دي ما يخرج الثالث والرابع وفي يوم الأيام كلي أنه كان عداء في مستوى عالي وكان أخرين كانوا دي ما الثالث والرابع في يوم الأيام حطهم الرقم القياسي وفاز عليهم بكل وكان له هذا الإنسان الذي كان حطه هو لم يكن سامع به قال له وكان هو أكبر منه بعامين قال له كنت دي ما حط أنك إذا سبقني أحد سيكون هو قبل أن نخلص الثانوية قال لي وانا ما كنتش ننتظر أنه سامع بي قال لي ما كانش حاجة قال لي تفرحني كما ذلك بالنسبة للباتينيز حكيت لي أنه اليوم الرايع انتحى هو أول يوم في البطولة وكانت تظن أنه ما عندها بابها لأنه كان كانت مشكلة عائلية لكن في أول منافسة لها جاء الأب انتحى جاء الأب انتحى وبكى قاعد يبكي وهي تشوف الإنسان يبكي وهي ما تعرفوش لكن أمها جابتها هذه منيش عارف الإنسانية انتحى قاتلها هذا هو أبابك فقال لها قال لها المنافسات انتحى بكل تفرجتهم بكل كان يأتي يدرق وكذا قال لها المنافسات انتحى بكل شفتهم وكانت هذه كانت هذه انطلاقة لها يعني كانت كانت عندها هذه اللقطة كانت عندها تعثير كبير عليها فهوش عملت انا ورحت لها ذاك حوصت على ذاك اللاعب اللي أصبح في الجامعة حوصت عليه ورحت لي حتى مكان بعيد جدا ورحت ليه كلمته وسجلنا نفس الشي اللي قالوا نفس الشي اللي قالوا له في هذا كاليوم ونفس الشي عملته مع الوالد بنتا وقلت له كنت حب تدير رسالة تشجيع البنتك واذا تقول لها خليته يتكلم تكلم تقريبا ساعة لكن ماذا عملت انا احكمت قصيت وقدرت مونتاج لهذاك الأصوات وحطيتهم لهم في التليفونات انتحهم واصبحوا ذاك اللي يسمعوه لما تبقى تسمع اللاعب لما تبقى تسمع اللاعب قبل المنافسة إلا الأمور اللي تخليه فاخور إلا الأمور اللي يدزل الفوز فانتا قاعد تحضر فيه نفسيا فيزيولوجيا وحتى هرمونيا للمنافسة باش تنحيلوا التوتر خلاص وتطلع له مستوى التحضير ومستوى التركيز وهذه هم الجزئيات اللي يفوزوا في المستوى العالي وفعلا نظنوا باللي كلهم يحطوا الموسيقى لكن مثلا واحد كما راموس ذي ما يحط أصوات أولاده أصوات أولاده هم يشجعوا فيه من بينه يسمع لما سجل على ما أعتقد هدف في آخر ثانية أو حاجة كما هكا والزوجة كانت تتصور في ردة الفعل أصوات أولاده فيهزها البسيكولوج ويضعها في الجهاز ويسمعها قبل المنافسة فهمين الناس وين وصلت لأي درجة وصلت في الجزئيات ومش أي حاجة تشوفوها في المستوى الحالي تظنوا أنها موض أو حاجة عبطية اسألوا ديما وشو وراها اسألوا ديما وشو وراها نعطيكم مثال آخر وهو وهو أيضا يعتقد الناس كثير أنه ويعتقد الناس كثير أنه داخلها في إطار الموضة أو داخلها في إطار حاجة كما هكا وهو مثلا لما يلبسوا اللعابين الكوستار وهم متاجهين لمنافسة رسمية مثلا كأس العالم أو أو بطولة أوروبا وبدأوها الإيطاليين في الـ 94 الناس تظنها أنه الشياكة وكذا لكن لما عملوها الإيطاليين في أول أمر نظن لما خاتنيش تذكرة هو 94 مونديال ولاية المتحدة لا كانوا المسؤولين على البسيكولوجيا لما يدخلوا اللعابين الإيطاليين في إطار الميسيون سوف يتجهون الميسيون حتى اللبس متاعكم سوف يقول لكم ما سوف تلعبوا كورا كورا سوف تأخذوا وفعلا عندما ترى الأداء تأخذ إيطاليا في هذه المنافسة كانت أداء كارثي لكن الواقعية كانت واقعية إنسان سوف يأخذ ميسيون كان الأداء كارثي كارثي نيجيريا في الثمم النهائي على ما أعتقد أوكو شخص لهم لكن روبرتو باجيو كنا نتظروا منه الكثير لم يقدم الكثير لكن كان حاسم كان واقعي لذلك يجمعها لم تكن شيئا اعتباطية في المستوى العالي ديما خموش كائن وراها هذه الحاجة الجديدة اللي اندرت ديما لما تشوفوا حاجة جديدة في المستوى العالي خموديجة وشواراها في التحضير النفسي أو في التحضير التاكتيكي أو في التحضير النفسي الشخصي تعالي إنسان اذا نتمنى ان تكون افادتكم الفيديو هذه نتمنى اذا عجبتكم اقسموها مع الناس باش تستفاد وراح ندخل في فقرة الاقتصادية مرة جاية لذلك راح ندير سؤال تفاعلي في رأيكم من هو اغنى رياضي في العالم حاليا من هو اغنى رياضي في العالم جاوبوني ونشوفوا تراها كان كاين اللي يعرف الانسان هذا اغنى رياضي في العالم نعطيكم مؤشرات هو لاعب كورت قادم أعطيوه لي ومن بعد نجاوبكم أنا في حصة قادمة إن شاء الله وعفوا على الإطالة